أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن عن قلقه العميق إزاء الوضع المتوتر والعنيف المستمر على العديد من الجبهات في سوريا وذكر بيدرسن في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا إن سوريا والسوريون لم يكونوا بمنأ عن التصعيد في المنطقة مؤكدا على أن معالجة المشاكل التي تواجه سوريا بشكل هادف غير ممكنة دون عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 كشفت مصادر في وزارة الخارجية التركية عن أربعة شروط رئيسية لأنقرة من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق ونقلت وسائل إعلام تركية عن المصادر أن الشروط تتلخص في تطهير سوريا من العناصر الإرهابية وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة وإنجاز العملية السياسية ودستور جديد في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة في ريف دمشق أمس وقال أنه أسفر عن مقتل أحد كبار أعضاء حركة الجهاد الفلسطينية إلى جانب عنصرين بالحركة وآخر في حزب الله اللبناني وبدورها نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية ثلاثة من مقاتليها وقالت إنهم من كوادر سرايا القدس في ساحة سوريا كما نعى حزب الله بدوره أحد عناصره وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة قادمة من سوريا قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية أعلن وزير الطاقة الروسي أن بلاده تتابع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا مع وزارة النفط والثروة المعدنية واستخدام التكنولوجيات الحديثة وخبرة الشركات الروسية لاستخراج وتكرير الغاز والنفط في سوريا وبدوره ذكر وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور خلال جلسة مباحثات في موسكو مع وزير الطاقة الروسي إن التعاون مع روسيا بلغ مستويات غير مسبوقة قال نائب السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تذكر شركاءها في المنطقة بأن التطبيع مع دمشق لن يؤدي إلى وقف إنتاج مخدرات الكيبتاجون أو تقليصي ولفت إلى أن الولايات المتحدة تتعمل بشكل وثيق مع الأردن ولبنان وشركاء آخرين للمساعدة في معالجة التحديات الأمنية والصحية التي يفرضها إنتاج وتوزيع الكيبتاجون وأعلن الجيش الأردني اليوم الخميس إحباط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بوسطة طائرتين مسيرتين بعمليتين منفصلتين في المنطقة العسكرية الجنوبية أفاد مدير تربية محافظة القنيطرة عبد زيتون لصحيفة الوطن بوجود ثمانمائة وثلاثة وعشرين شاغر في مدارس التعليم الأساسي والثانوي بسبب الإجازات والاستقالات الكبيرة وأشار إلى أن مسابقات وزارة التربية خلال الأعوام السابقة لم تغطي النقص الكبير بالكوادر التعليمية بدأت السلطات في مطار دمشق الدولي بتنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بتصريف المئة الدولار المفروضة على المسافرين العائدين إلى سوريا وأكد عدد من المسافرين أنهم أعطيوا إيصالا بدلا من المبلغ النقدي الذي يتم تصريفه عادة وأوضحوا أنهم تلقوا هذا الإيصال على أن يتمكنوا من استلام المبلغ لاحقا من أي مصرف تجاري ونقل موقع أثر بريس المحلي عن مصدر في المصرف التجاري السوري أن هذا الإجراء يتم تطبيقه تجريبيا في مطار دمشق الدولي وسيتم تعميمه لاحقا اشتركوا في القناة